بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى شرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد من دروس لغتي الخالدة لصف الأول المتوسط كنا قد تكلمنا في درس الماضي عن قصة الصحابية أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وكيف أنها هاجرت و أسلمت في البداية و هاجرت مع زوجها ثم بعد ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم و أصبحت أما للمؤمنين و الحداثة التي حصلت في هذه القصة و عرفنا أيضا الشخصيات و القصة و الزمان و المكان و الحل و عرفنا أيضا أهم شخصيات القصة اليوم نتحدث عن نموذج اختبار نموذج اختبار الثاني الذي يتعلق به هذه الوحدة وحدة الأعلام سنقرأ نص من النصوص و مع ذلك سنأتي بعض الأسئلة التي تتعلق بالنص و هذا الهدف منها كيف تفهم النص فهما جيدا و كيف تعبر عن ذلك و تجيب و يكون عندك قدرة على الفهم و مسموعه و تذوقه و نقده و أيضا تمثل القيم الأخلاقية بشكل عام في تعاملك و في سلوكك و في أخلاقك و في أيضا الكلامك و في أفكارك من خلال هذه الوحدة هي وحدة الأعلام شاركوني في تقديمي هذا الدرس في لغة الإشارة الأستاذ محمد القبيشي نحن وصلنا إلى نموذج اختبار اثنان نموذج اختبار اثنان مقصود به وحدة الأعلام وحدة الثانية نحن في الوحدة الثانية نموذج اختبار اثنان نموذج اختبار واحد الذي خذناه في الوحدة الأولى وهذا نموذج اختبار الثاني في الوحدة الثانية وحدة الأعلام وحدة الأعلام نحن في وحدة الأعلام و الوحدة الثانية نموذج اختبار اثنان لاحظ هنا أتدرب في نموذج الاختبار حتى طبعا أتدرب في نموذج الاختبار حتى أنمي المهارات القرائية والمعرفية وأسعى إلى توظيفها في الحياة اليومية وتوجيهها نحو اكتساب الخبرات وتوسيع المدارك مما يزيد من فرص التعلم مدى الحياة أنا طالب معد للحياة ومنافس عالمية وهذا هو الهدف في نموذج الاختبار نتستدر في هذا النموذج تنميه فيه المهارات القرائية وكذلك المعرفية وثم توظفها في حياتك اليومية وتجيها نحو كتاب الخبرات وتوسيع المدارك مما يزيد من فرص التعلم مدى الحياة هذا نموذج اختبار إثنان هذا النموذج نبدأ به هذا النص في هذا النموذج جابر بن حيان أبو موسى جابر بن حيان بن عبد الله الكوفي شيخ الكيميائيين العرب تتلمذ على يد أستاذه جعفر الصادق أكدت الدراسات الحديثة بعد إثارة الشك حول مؤلفاته وحتى في وجوده أنه عالم وفيلسوف وقد ذهب الهوى ببعض المغرضين إلى القول بوجود جابرين أحدهما حقيقي والآخر مزيف وليس أدل على تخبط هؤلاء البعض من قول أحدهم إن الكتب المترجمة إلى اللاتينية والمنسوبة إلى جابر إنما ألفها أحد علماء الغرب ثم نسبها إلى جابر العربي لتلقى الرواج اعتماداً على شهرته ومنزلته المرموقة تحولت الكيمياء إلى على يد جابر إلى علم له أسسه ونظرية الفلسفية وله منهجه العلمي التجريبي بعدما كانت صناعة يغلب عليها الوموض وتحتوي على عناصر خرافية أما عن الأسس النظرية لعلم الكيمياء فقد رأى جابر أن هناك أصولاً واحدة ترجع إليها كل الأجسام والاختلاف بينها يرجع إلى النسب والمقادير في تركيبها من تلك الأصول وقد اعتمد جابر بن حيان في دراسته على المنهج العلمي التجريبي أو ما يسميه العمل والتجربة أو الاختبار أو التدبير ويوصي تلاميذه بالاهتمام بالتجربة وعدم التعويل إلا عليها مع التدقيق في الملاحظة وعدم التسرع في الاستنتاج وفي هذا الشأن يقول وأول واجب أن تعمل وأن تجري التجارب لأن من لا يعمل ويجري التجارب لا يصل إلى أدنى مراتب الإتقان فعليك يا بني بالتجربة لتصل إلى المعرفة وما افتخر العلماء بكثرة العقاقير ولكن بجودة التدبير فعليك بالرفق والتأني وترك العجلة وقد أنصف العالم الغربي مشهور هولميراد جابر بن حيان إذ وضعه في القمة بالنسبة للعلماء العرب وأنصفه كذلك سارتون الذي عده أحد أعلام الحضارة الإسلامية جميل طبعا هذا نص جابر سنعيد قراءته مرة أخرى ثم سنجيب عن الأسئلة جابر بن حيان مرة أخرى ثم بعض الأسئلة التي ستتعلق بهذا الاختبار وكأنك تقرأ النص ثم سجيب عن هذه الأسئلة نموذج الاختبار لك أجب بنفسك ثم انظر إلى إجاباتك أيضا الصحيح أبو موسى جابر بن حيان بن عبد الله الكوفي شيخ الكيميائيين العرب تتلمذ على يد أستاذه جعفر الصادق أكدت الدراسات الحديثة بعد إثارة الشكي حول مؤلفاته وحتى في وجوده أنه عالم وفيلسوف وقد ذهب الهوى ببعض المغرضين إلى القول بوجود جابرين أحدهم حقيقي والآخر مزيف وليس أدل على تخبط هؤلاء البعض من قول أحدهم من الكتب المترجمة إلى اللاتينية والمنسوبة إلى جابر إنما ألفها أحد علماء الغرب ثم نسبها إلى جابر العربي لتلقى الرواجة اعتمادا على شهرته ومنزلته المرموقة تحولت الكيمياء على يد جابر إلى علم له أسسه النظرية الفلسفية وله منهجه العلمي التجريبي بعدما كانت صناعة يغلب عليها الغموض وتحتوي على عناصر خرافية أما عن الأسس النظرية لعلم الكيمياء فقد رأى جابر أن هناك أصولا واحدة ترجع إليها كل الأجسام والاختلاف بينها يرجع إلى النسب والمقادير في تركيبها في تلك من تلك الأصول وقد اعتمد جابر ابن حيان في دراسته على المنهج العلمي التجريبي أو ما يسميه العمل والتجربة أو الاختبار أو التدبير ويوصي تلاميذه بالاهتمام بالتجربة وعدم التعويل إلا عليها مع التدقيق في الملاحظة وعدم التسرع في الاستنتاج وفي هذا الشأن يقول وأول واجب أن تعمل وأن تجري التجارب لأن من لا يعمل ويجري التجارب لا يصل إلى أدنى مراتب الإتقان فعليك يا بني بالتجربة لتصل إلى المعرفة وما افتخر العلماء بكثرة العقاقير ولكن بجودة التدبير فعليك بالرفق والتأني وترك العجلة وقد أنصف العالم الغربي المشهور هولميارد جابر ابن حيان إذ وضعه في القمة بالنسبة للعلماء العرب وأنصفه كذلك سارتون الذي عده أحد أعلام الحضارة الإسلامية طبعا لاحظ هنا علم في منظوره الإسلامي دكتور صلاح بسيوني رسلان دار قبال نشر والتوزيع وهذا من الكتاب بتصرف جميل هذا النص نص جابر ابن حيان هنا قرأت أو قرأت النص السابق قرأت النص السابق وسأجيب عن الأسئلة الآتية هنا من خلال القراءة ستجيب عن هذه الأسئلة من خلال قراءتك السابقة الأسئلة أولا منهج جابر ابن حيان العلمي على ماذا يخو منهج جابر ابن حيان العلمي هل هو قائم على المذاكرة والمتابعة أم هو قائم على العمل والتجربة أم هو قائم على التفوق والتقدم أم هو قائم على التعلم والتعليم فالإجابة صحيحة جميل هنا منهج جابر ابن حيان قائم على المذاكرة والمتابعة هل هو قائم على المذاكرة المتابعة أم هو قائم على العمل والتجربة من خلال النص طبعا إجابة أم هو قائم على التفوق والتقدم أم هو قائم على التعلم والتعليم ما الإجابة الصحيحة؟ بالتأكيد أنكم عرفتم الإجابة جميل هنا منهج جابر من حيان العلمي قائم على العمل والتجربة أنه يعمل ثم يجرب هو أن يوصيكم بالعمل والتجربة والاهتمام بالتعني والجودة أكثر من الكثرة فوقام على العمل وعلى التجربة وأن يجرب جميل هذا في منهج جابر بن حيان العلمي الحديث هنا عن جابر بن حيان العلمي وهذا ذكرنا في الناس كيف أن هناك اعتبر أن هناك أيضا أناس يعني ذكروا أن هناك جابرين جابر بن حيان الأول جابر بن حيان الثاني وذكرنا أن هناك إسمان وأن هناك عالم غربي نسب إسمان وذكر جابر وهذا أيضا كله كلام عاري عن الصحة هنا ثانيا قبل جابر بن الحيان كان علم الكيميا يتسم بماذا قبله طبعا جابر بن الحيان هو أول من أسس بقيل أسس علم الكيميا في العالم العربي طبعا قبل جابر بن الحيان كان علم الكيميا يتسم بمعنى علم الكيميا في النص طبعا كان علم الكيميا يتصف بماذا قبل جابر بن الحيان هل هو يتصف أو يتسم باستخدام المنهج التجريبي أم هو يتسم بالغموض والاعتماد على الخرافة أم هو يتسم بالاعتماد على أسس النظرية واضحة أم هو يتسم بالعناية بالترجمة إلى اللغة اللاتينية بماذا يتسم؟ قبل جابر بن حيان كان علم الكيمياء يتسم باستخدام منهج التجريبي أم بالغموض والاعتماد على الخرافة أم بالاعتماد على أسس نظرية واضحة أم بالعناية بالترجمة إلى اللغة اللاتينية ما الصحيح؟ منتبع النص جميل هنا قبل جابر بن حيان كان علم الكيمياء يتسم بالغموض من خلال النص كان غامضاً والاعتماد على الخرافة ثم أتى جابر بن حيان واعتمد فيه في المنهج التجريبي وأصبح له أسس نظرية لذلك هو عالم وفيلسوف جعل علم الكيمياء له أسس نظرية له أسس نظرية واعتمد على التجربة فيه واعتمد فيه على التجربة لكن قبل ذلك كان علم الكيمياء يتسم بالغموض والاعتماد على الخرافة ثالثاً برأيك أنت برأيك كيف تتعامل مع من شكك في علم أو مؤلفات أحد علمائنا؟ كيف تتعامل معاً؟ مع الذي يشكك في علم أو مؤلفات أحد علمائنا الذين السابقين الذين جاء وصلت إلينا ونسبت إليه؟ كيف تتعامل معه؟ أذكر بمكانك أنت وزميلك كذلك أنت تذكران أو تتعاون أنت وزميلتك كيف تتعامل مع من شكك في علم أو مؤلفات أحد علمائنا؟ ما رأيكم؟ جميل هنا إن نقول مثلاً أبين له أن أبين له بطريقة العلمية أن تشكيكه في علم أو مؤلفات العالم تدل على تشكيكه بمصداقية العالم نفسه وبالتالي ضيع هذا ذلك العلم يعني إن شككت في عالم أو إن شككت في علم أو في مؤلف أحد علماء وبالتالي أنا شككت في هذا العالم وبالتالي أنا شككت في كل العلم وبالتالي ضاع هذا العلم الذي قد وصل إلينا وكأنه نسف هذا العلم نسفاً كاملاً إنه قد شكك في بعض من نظرياته أو ذكره في مؤلفاته في ما ذكره هنا أبين له أن تشكيكه في علم أو مؤلفات تدل على تشكيكه بمصداقية العالم نفسه وبالتالي ضيع هذا العلم وكأنه يذهب هذا العلم كله بلا فائدة رابعاً يمكننا وصف الذين ذهبوا لوجود جابرين طبعاً خلال نص بإمكانك أيضاً تذكر أنهم الذين ذهبوا لوجود جابرين أنهم منصفون الذين ذكروا قالوا أن هناك جابر أو أن هناك جابرين جابر بن حيان آخر وجابر آخر منصفون أم هم فاهمون أم هم حاقدون أم هم باحثون ما رأيكم؟ هنا يمكننا وصف الذين ذهبوا لوجود جابرين أنهم منصفون أم فاهمون أم حاقدون أم باحثون ما رأيكم؟ جميل هنا أن أقول هم حاقدون هم حاقدون هم لماذا أرادوا إنصاف ذلك وأن حتى لنسف العلم بشكل عام والحديث أيضا عن العلم والعلماء وكيف أن العلم حتى لا ينسب إليهم وأنه أهداف في أنفسهم طيب هذا الرابع الخامس هنا حول جابر الكيمياء إلى علم له أصوله بنظرية هناك نظرية أصبح علم حول جابر الكيمياء إلى علم واصبح له أصول بنظرية ما هي النظرية التي اعتمد عليها في بدايته بداية هل النظرية الأجسام لها أصل واحد أم من خلال النص طبعا الاختلاف أوزان المواد أم بتمدد المعادن بالحرارة أم بانكسار الضوء المائل ما رأيكم هنا حول جابر الكيمياء إلى علم له أصوله بنظرية الأجسام لها أصل واحد هل أجسام لها أصل واحد كما ذكر في علمه أم باختلاف أوزان المواد أم بتمدد المعادن بالحرارة أم بانكسار الضوء المائل ما النظرية أو العلم الذي يحول أصوله بنظرية ذكر هذا العلم وهو علم الكيمياء لما حوله بنظرية ما هي هذه النظرية جميل أحسنتم هي أن الإجسام لها أصل واحد أن الإجسام لها أصل واحد وبالتالي هو يعتمد على التجربة في ذلك بعد التكرار الأجسام لها أصل واحد هنا إذن حول أن العلم الكيمياء إلى علم له أصوله بنظرية أن الإجسام لها أصل واحد سابعا أو سادسا عفوا هنا اعتبر جابر أحد أعلام الحضارة الإسلامية اعتبر جابر أحد أعلام الحضارة الإسلامية وهذا دال على ماذا؟ هذا دال على التقدير الأعمى أو على الاعتراف بالفضل أو على الإقرار بالكيمياء أو على الاعتقاد بالفيزياء ما رأيكم؟ من إجابة صحيحة هنا؟ اعتبر جابر أحد أعلام الحضارة الإسلامية أحد أعلام من أعلام الحضارة الإسلامية وهذا دال على التقدير الأعمى أم الاعتراف بالفضل أم الإقرار بالكيمياء أو الاعتقاد بالفيزياء ما الصحيح؟ أحسنتم هنا الإجابة هو الاعتراف بالفضل الاعتراف بفضل جابر في علم الكيمياء الاعتراف بفضل جابر في علم الكيمياء وكيف أنه أسس نظريات هذا العلم فهنا أعتبر جابر أحد علام الحضارة الإسلامية وهذا دل على اعترافي بالفضل أيضا للحضارة الإسلامية في أغلب العلوم بالفضل الحضارة الإسلامية كذلك في العلوم التي نشأت حديثا سابعا هنا ما العلاقة بين التجربة وصحة الاستنتاج أيضا من خلال النص هناك علاقة بين التجربة وبين صحة الاستنتاج أن يكون الاستنتاج صحيحا ما العلاقة بينهما؟ تجربة أجرب شيء و أيضا أن يكون استنتاجي صحيح ما العلاقة بينهم جميل هنا طبعا أن التجربة دليل التجربة دليل على صحة الاستنتاج من عدمي حتى أثبت صحة الاستنتاج أنا أجرب إن جربت و ثبت هذا الاستنتاج لا يثبت هذا الاستنتاج الصحيح إلا من خلال التجربة فالتجربة هي التي توصلك إلى صحة الاستنتاج وهي دليل على صحة الاستنتاج أنا عندي نظرية أستنتجها هنا من خلال التجربة يتوصل إلى صحة الاستنتاج ثامنا هنا علامة دل وصية جابر بن حيان لتلاميذه لما قال جابر بن حيان عليكم بالتجربة ما هي علامة دل هذه الوصية و ذكرت أيضا في النص علامة دل وصية جابر بن حيان لتلاميذه جميل هنا طبعا تدل على أهمية التجربة على أهمية التجربة وعدم تسرع في الاستنتاج والرفق والتأني والتدقيق والملاحظة تدل على أهمية التجربة وعدم التسرع في الاستنتاج وكذلك على الرفق والتأني والتدقيق والملاحظة والتي من خلالها سيصل تلاميذه لأعلى مراتب الإتقان كلما جربت كثيرا كلما أتقنت وصلت إلى دقة أعلى مراتب الإتقان وهنا كثت استنتاج والتأني والتدقيق والملاحظة التي من خلالها سيصل تلاميذه لأعلى مراتب الإتقان وهذا تدل وصية جبن محيان على ذلك هذا ما أردنا أن نورده في هذا الدرس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين